اجتمع السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والسادة وزراء الدفاع والانتاج الحربي التعليم العالي والبحث العلمي والمالية والصحة والسكان بحضور السيد مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية والسيد مدير إدارة الخدمات الطبية للقوات المسلحة صرح المتحدث الرسمي باسم رئيسة الجمهورية السفير بسام راضي بأن الاجتماع تناول متابعة الموقف على مستوى الدولة فيما تعلق بالإجراءات المتخذة لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد وكذا مجمل التدعيات في هذا الصدد وقد أهرب السيد الرئيس خلال الاجتماع عن التقدير لكافة العاملين في القطاع الصحي في مصر الذين يتصدرون جهود الدولة لمواجهة فيروس كورونا وقد وجه السيد الرئيس في هذا الإطار بزيادة بدل المهن الطبية بنسبة 75% عن القيمة الحالية بما يشمل الأطباء العاملين بالمستشفيات الجامعية بتكلفة إجمالية قدرها حوالي 2.25 مليار جنيه فضلا عن إنشاء صندوق مخاطر لأعضاء المهن الطبية كما وجه السيد الرئيس بصرف مكافحات استثنائية لكافة العاملين حاليا بمستشفيات العزل والحميات والصدر والمعامل المركزية على مستوى الجمهورية على أن تصرف تلك المكافحات الاستثنائية من صندوق تحيا مصر كما أكد السيد الرئيس أن مكافحة انتشار فيروس كورونا يعد قضية أساسية على مستوى العالم مما يستدعي التكاتف والوعي الجماعي لتحقيق أهل معدلات التنصيق والتناغم بين كافة الأجهزة المعنية بالدولة وأكد المواطنين في إدارة هذه الأزمة وقد وجه السيد الرئيس كذلك باستكشاف إمكانية التصنيع المحلي للمستلزمات والأجهزة الطبية التي تواجه نقصا حادا على المستوى العالمي وذلك وفق المعايير الدولية فضلا عن العمل على استكمال أي نقص في المستلزمات الطبية والكوادر البشرية الطبية في مختلف مراكز تقديم الخدمات الصحية في مصر وقد استعرض السيد رئيس مجلس الوزراء جهود الحكومة لإعادة المصريين العالقين بالخارج من غير المقيمين مع التجديد على اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية معهم فور وصولهم إلى مصر للتأكد من عدم إصابتهم بفيروس كورونا من جانبها عرضت السيدة وزيرة الصحة الموقف الحالي لفيروس كورونا المستجد في مصر حتى يوم أمس والذي اجتمل على 576 حالة مصابة منها 121 حالة ما سلت للشفاء بشكل كلي مشيرة إلى أن معدلات انتقال المرض في مصر تعد منخفضة مقارنة بالمعدلات العالمية المماثلة كما استعرضت السيدة وزيرة الصحة السيناريوهات المختلفة للتعامل مع مراحل انتشار المرض بالإضافة إلى منظومة العمل في هذا الخصوص داخل وزارة الصحة بما فيها الغرفة المركزية ومستشفيات الفرز والعزل على مستوى الجمهورية وقد عرض السيد وزير التعليم العالي جهود المستشفيات الجمعية لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد بالإضافة إلى دور مراكز البحث العلمي بالتعاون مع الجهات الدولية المختلفة للوصول إلى علاج لحالة فيروس كورونا اشتركوا في القناة